قبل ما أتكلم عن ده أو نتكلم في القصة دي هبدأ من آخر حاجة حضرتك قلتها والجدل اللي حصل على أستاذ إبراهيم عيسى وقصة المعراج طبعاً كان ليه قصة أو ليه رأي هو قاله عن قصة المعراج مش عايزة أقوله ولكن أكيد حضرتك سمعته وحضرتك رضيت عليه ممكن قبل ما نبدأ الهوى بما فيش دقائق تمام هو الراجل وغيره نظرتهم للمعجزات نظرة عقلانية يعني هو ما خدش قلب به في تعريف المعجزة وقلب به في تعريف المعجزة قلب به يعني وإحنا كتاكيد في الأزهر كده زمان من خمسين سنة قالونا المعجزة أمر خارق للعادة لو البيه تعلم لو العلمانيين تعلموا لو اتفقنا على الرجوع إلى العلم حنلاقي ألف به تعريف المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة لتصديقه فالمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام الأسري بيه والعرج بيه إلى السماء فالفعل لله والله سبحانه وتعالى لا يقف أمامه زمان ولا مكان ولا يقاس مراده على معطيات العقل البشري قالب به في تعريف المعجزة أمر خارق للعادة ربنا إدى موسى عاصى قال له حتى وما تلك بيمينك يا موسى أنا اسمحت أحد العلمينيين بقول ربنا ادلوا عاصى لا ربنا ما ادلوش كايث العاصى اللي فيه اللي بيتوكى عليها وبيهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكه عليها وأهش بيها على غنمي وليا فيها مارب قال ألقيها يا موسى فألقاها فبقدرة الله صارت ثعبانا مبينا وحيا تسعى الله يأمر العصى أن تكون حيا فتكون حيا عقلك لا يستوعب ده ما احنا قلنا من القلب به إن المعجزة أمر خارق للعادة إنت عمرك اتعوت أو عقلك أو مقاييس دنياك كلها تقول إن العصاية تترمي تبقى حية لكن إذا أراد الله لها أن تكون حية تكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو آس هو وغيره المعجزة على معطيات العقل معقول النبي يطع على السماء ويقابل الملايكة وتفتح له الأبواب ويقابل الملايكة ويشوف اللي في الجنة ويشوف النار آه آه معقولة معقولة إزاي من زاوية إنها معجزة من زاوية إنها معجزة وقلب به تالت مرة بقولها لحضرتك ومشاهديك تالت مرة قلب به مش جايبينها السادة المتنورين يعني يعني ما يعرفوش قلب به في الموضوع قلبه في الموضوع ما تعريف المعجزة أمر خارق للعادة يعني خارق للعقل وخارق للتصور العقلي فكونك تئيس عقلك عليها هتكفر بكل المعجزات وهي